المصرف المركزي نال نصيبه من النقد والتقييم في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام المنصرم بدءا من انعقاد مجلس إدارته المتوقف مرورا بطريقة اتخاذ القرارات في عدد من القضايا داخل المصرف إضافة إلى ملفات أخرى تطرق لها التقرير تصريحا أو تلميحا هيئة الرقابة انتقدت عدم عمل مصرف ليبيا المركزي بالهيكل التنظيمي المعد والمعتمد بقرار مجلس إدارة المصرف مع استمرار عمله بالهيكل التنظيمي السابق وتوقف عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالمخالفة للنظام الأساسي بالمصرف واستغربت الهيئة إصدار المحافظ لبعض القرارات الواقعة ضمن اختصاصات مجلس الإدارة التقرير سجل ازدياد بند عملة لدى الجمهور بشكل كبير وهو ما يعد أحد أسباب أزمة السيولة مع ازدياد إجمالي المستحقات على الحكومة لدى المصرف بنحو أربعة وستين ملياراً وربع المليار دينار الليبي كما انتقدت الهيئة سيطرة الإنفاق الاستهلاكي على مجمل الإنفاق العام وانخفاض الإنفاق التنموي مع ظهور عجز في أرباح المصرف المركزي الفعلية وفائض في بند إيرادات الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي بما يتجاوز السبعة والنصف مليار دينار الليبي كما تابع التقرير الجهات التابعة للمصرف المركزي مسجلاً 22 نقطة عن صندوق ضمان أموال المدعين و55 نقطة عن المصرف الليبي الخارجي تضمنت انتقادات إدارية وقانونية كما تضمن التقرير نقاطاً عن مصرف الوحدة ومصرف الصحاري ومصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني ومصرف شمال إفريقيا ومصرف النوران والمصرف الريفي والمصرف الزراعي ومصرف التنمية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري كما تضمن تقرير الهيئة ملفاً عن السيولة المالية وبيع النقد الأجنبي تناول الإخلال بمبدأ العدالة في التوزيع وضعف تأمين الإرساليات النقدية لبعض الفروع مع انتقادات إدارية ونقدية وإجرائية أخرى كما وجه التقرير 17 انتقاداً إدارياً وتنظيمياً لشركة معاملات للخدمات المالية السلطة التشريعية في أي دولة تستقبل مثل هذه التقارير الرقبية ضمن مهمتها التي تجمع بين التشريع والرقابة لتباشر المحاسبة للسلطة التنفيذية والاستماع لمن وردت ملاحظات حول أدائهم وسير مؤسساتهم وإصدار ما يلزم من تشريعات لتصحيح المسار وتطوير الهياكل وتدارك النقص